ورجع للكو تاني علشان نكمل حلقتنا ودايما بنحب فقرات اللي بيكون فيها ضيوف مميزين ومعنا النهاردة ضفتنا اللي هنتكلم معاها في موضوع مهم جدا دايما يا جماعة سنوية عامة بعد ما بنخلصها داخلين على مرحلة الجامعة مرحلة جديدة مليانة قلق وتوتر والطلبة كده بيبقوا مش عارفين هنعمل ايه في اول يوم جامعة يا ترى البنات انا هلبس ايه وتفكيرها بيبقى في حتة والشابب بيبقى في تفكيرهم في حتة تانية الله بنا هخرج واتعرف على ناس وعلم جديد وانفتاح كلنا شخصيات مختلفة وطبعا الطلبة كذلك شخصيات مختلفة وكل واحد بيبقى مستني اليوم ده وفيه اللي قلقان منه ومتوتر منه معنا النهاردة بنورانا في استوديو عيش سعيد دكتورة أسماء علاء الدين استشاري الصحة النفسية اللي هتكلمنا عن ازاي نستقبل المرحلة الجديدة دي من حياتنا مساء الفل مساء الفل ازايك عامل ايه ازايك يا لين اقول الاول ان انا مبسوطة ان انا مع لينة ومعصوها دي ان مزاعتين جملتين وان بحبكو على الشاشة بصراحة ربنا يا خميكي حابس كل من زوءك انت من ورانا وضيفة عزيزة وهناكلم معاجي في موضوع مهم جدا وهو السنة اولى جامعة زي ما بنقول كده الموضوع يعني رجعتين كده لذكريات معينة وخفنا واحنا رايحين اول يوم جامعة ومتوترين ولبسين طبعا احلم عندنا يعني لو اول يوم بقى اول يوم بزبط ولبسين بقى لبس غير اليونيفورم بتاع المدرسة ودخلين واحنا مش عارفين يا تارا احنا خلين لعالم جديد بنات وولاد مع بعض دكاترا مش ميس ومستر ومفيش بقى جو واجبات وحد هيتسوبرفايز علي وعملت اللي واجب ولا لأ لأ كل واحد بقى وضميره وكل واحد وحياته يا ذاكري ما ذاكيرش ازي هتبقى حوريتك انت الشخصية ازاي عالم كبير ازاي استعدله مهم جدا كمان ان احنا نعرف ان حياتنا عبارة عن مراحل المرحلة دي من المراحل الانتقالية الهامة جدا جدا في حياتنا لان برافو عليك زي ما انت قلت احنا مفيش حد هيحضر لنا حاجة مفيش حد هيكودنا خلي بالك ان بشكل ما الحرية مسئولية كبيرة جدا عليك فانت بتاخدي حريتك في كل حاجة بس في مسئولية وضغطة عليك بعد مما كان بتقولك وتنبهك وبوبا كان بينبهك وكان فيه ماس وكان فيه ماستر خلاص كل دا راح وانت بقيت دلوقتي انت اللي ماشي في الدنيا كده بترتب لنفسك وكمان حتى العلاقات يعني الاول واحنا في مراحل قبلي كده كان ممكن اخد رأي ماما في صحبتي دي ممكن لأ العالم بقى هينفتح اكتر المذاكرة كل حاجة انت اللي هتاخد رأي نفسك وبس ولو اخدت رأي تاني انت مش عارف الرأي ده هيكون صح ولا لأ فمهم جدا اعرف ان المرحلة الانتقالية دي ازاي تهيق لها نفسيا ازاي اكون عندي صلابة نفسية لان انا داخل مرحلة مش عارف عارفة الناس بتبقى قلقانة في سنة اولى جامعة لي عندهم قلق وجودي قلق من المستقبل قلق من مجهول انا معرفش ايه اللي انا هقابله ده فمهم جدا ان انا وقتها اكون عندي صلابة نفسية اللي هي بنقول بقى ايه الصلابة نفسية لان اتحلى بيها وان ادخل الجامعة اول حاجة لازم اكون حاسس من جوايا ان انا حابب نفسي وحابب نفسي دي سواء بنت او راجل حابب نفسي دي لازم اخد لها حاجات يعني مش حابب نفسي مفيش حاج ينفع يقول انا بحب نفسي اكيد وخلاص كده لازم اكون عامل عشان احب نفسي حاجات اول حاجة بلتزم جدا مع ذاتي لما باخد وعد في حاجة ببقى خلاص او رادي بنفس الوعد ده ما ينفعش اقول انا مش هعمل حاجة لازمانية او مش اكلم فلان وبعد خمس دقايق اتصل بي و اكلمه او اعمل الحاجة دي او اعمل الحاجة دي برافو عليك لو خدت وعد مع نفسي يبقى خلاص اخدت الوعد ده تاني حاجة اللعناية الشخصية خلي بالك ان العناية بالذات هي من اهم الحاجات التي تخلينا نحب نفسنا زي ايه يعني ازاي نعتني بأنفسنا ماشي ده جميل بس شوفي انت لما تكوني بتحبي شخص مش دايما بتبقي بتعتني بيه وتهتمي بيه خلي الشخص ده هو نفسك اول علاقة نقيمها صح نقيمها مع نفسنا عشان نبدأ بعد كده نقول ازاي نقيم علاقات مع الاخرين زي ايه اعتني بنفسي ازاي مظهري الجود لك ده مهم جدا ان انا مظهري كويس ده بيضيف علي ان انا بحس ان انا مبسوط وانا ماشي برافو عليكي ثقة بنفسي واني كمان الناس شايفاني كويس مش مهارجل مش مش لابس اي حاجة على بعضها حاجة كمان مهمة ان الميكوب بتاعي مش عايز اقول هادئ او صارخ انا عايز اقول انا خارج مبسوط ولا لا انا خارج قدام المراية ببص لنفسي شكلي حلو ولا لا انا بحبش ابدا النصائح بتاع خلي لبسك مش عارف ايه وخلي ميكوب بتاعك شكل عامل ازاي وشعرك عامل ازاي لا 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 خليكي انت خارجة وانت مبسوطة ده مهم جدا بس بردو لازم نراعي الصباح وانا ناخل الجامعة بس انا وانا خارج شكلي راضي عنه بنسبة كبيرة ده بيأثر فيي قوي وبعدين انا بشروع هم بيبقوا صغيرين يعني هي مرحلة طبعا من العمر كلنا عدينا بيها بس بردو السن بيبقى صغير ما بنبقى عايزين نشوف كل حاجة عايزين الله يعني انا قدر للبس كعب واروح يعني انا قدر احط ميكوب عادي واروح ما طالعين بقى من المدرسة فلا مش للدرجة ده برضو ده ده في الاخر ده مكان للعلم ده اللي هنقوله بعدين غير ان انا لأ انا دلوقتي بتكلم ازاي حب نفسي مش ازاي ادخل الجامعة لكن الجامعة طبعا والحرم الجامعي اللي هو حاجات هنقول عليها بعدين لكن ازاي بقى عندي صغف بالنفس ازاي احب نفسي ازاي كون صلابة نفسية ده مهم اعمله قبل اصلا ما ادخل على ازاي بقى ادخل الجامعة وزاي اعمل علاقات اوكي قلنا الحاجتين دول التزم بالوعود مع نفسي اللي انا عملتها واخدتها نفسي تاني حاجة لعناية الشخصية اهتم بمظهاري اهتم بالنظافة الشخصية والدخلية النفسية ده مهمة جدا جدا وبتحسن من مستوى يعني هي بتزود هرمون السعادة خلي بالكو يعني ان بقول واحدة نبدأ خطة العلاج وقولها طب انت هتحطي مسكات واتعمل ايه ده دخل ده بالعلاج النفسي ايه ده ايه ده على فكرة ده بيعلي الهرمون السعادة عند البنت وعند الرجل كمان لما يهتم بنفسه اوكي بعد كده حاجة مهمة وتالتة جدا اعمل لي حدود حدود شخصية خلي بالك وهو عنده 18 سنوات هو مش عارف يعني ايه حدود شخصية هو على قد التلات اربع صحابي اللي معايا شيلا في الدرس على قد جرانو على قد مش عارف لما يدخل يلاقي مثلا الف طالب الف زميل معاه في المدرج هيتعامل معاه ازاي حدود الشخصية واني ما تقبلش ان حد يهني او يتنمر علي او يتكلم معايا في خصوصيات لا يبقى عندي حد انا عامله مساحة شخصية انا دايما بقول ان الانسان واقف وحوالي مساحته الشخصية ومن ثم الاخرين صح يعني هو نفسه يعني لو عارف يبدأ انا ابدأ منين حدودي تبدأ منين وتنتهي فين ومن ثم تبدأ حدود الاخرين دي كده شكرا طبعا مهمة او هيا دي السلامة النفسية اللي احنا هنتحل بيها واحنا داخلين اول يوم جامعة او احنا داخلين السنة الاولى بتاعت الجامعة كده احنا عرفنا الاساسيات اللي احنا هنمشي عليها لغاية احضر نفسي عشان رايح الجامعة انا دلوقتي طالب جامعي طيب الاهل بقى حاجة برضو مجمة جدا ان الاهل عليهم عامل كبير جدا جدا هم الامان هم السند هم برضو الحدن اللي في الاخر لو في اي حاجة في الدنيا هنضح لهم مفروض الاهل يعدوا ازاي ولادهم ان هم خلاص هيبقوا في الجامعة يعني ده مرحل ده حمادة وده حمادة تاريخ خالص بوسي انسى كاميرا المراقبة خالص يعني انا عندنا مشكلة ان احنا اوكي الاطفال نخلي عليهم كاميرا المراقبة انا ما عنديش مشكلة لتا لكن خلاص انا بقى عندي هو هيخرج اصلا من فترة المراهقة بقى البداية دي لفترة اكبر من كده شوية هو بقى شاب بقى او بنت شابة فاحنا هنبدأ نشيل كاميرا المراقبة دي خالص عارف انا بشبهها بايه دايما السن ده ان انت عايز تخرج تفتح الشباك او تطل على البلكونة بتاعتك بس باباك ومامتك مش هيمسكوك المرا بوسي هم بس عينهم عليك من بايد لا تقع فانا شايفا ان الاه يدوا الثقة يدوا الامان ما ينفعش ابدا ابقى مدخلوا المرحلة الجديدة دي بمخاوف افضل طول الوقت اخلق جوا سرعات ومخاوف وخلي بالك ممكن حد يعمل في كذا وخلي بالك مش عارف من ايه وخلي بالك من ايه لا 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 اسيبوا ينطلق في الحياة بس وانا مراقبوا وارا وانا كمان مفهموا ان انا الامان انا البر ان انت هترجع ليه لو في مشكلة معاك لو في اي حاجة ليه في بنات ودي بشوفها في الب جمع بيرجعوا الاهلهم وفي بنات لا يتخاف ويحكوا لصحباتهم او الاصحابهم وكذا عشان خايفين ما نرد فعل اهلهم عشان هو لو هم مدينهم الامان ومش بيبالغوا في رد الفعل كانوا جمحة كلهم بس هم بيبالغوا في الصغيرة فهيقولك لا ده المواقف الصغيرة ما بيعدوهاش هحكي لها اللي حصل معاك طب خليني بقى اسألك سؤال تاني وهو انا يعني برضو لازم نتكلم من وجهة نظر الطالب ومن وجهة نظر الاهل انا مثلا ام وعندي اولاد كبروا ودخلين الجامعة او اب مثلا ايه الحدود في الحرية اللي قادر اديها لابني او بنتي علشان اقدر اعمل البالنس او ماسك العصاية من النص زي ما بيقولوا عشان في نفس الوقت كلنا عارفين ان لو الموضوع وسع قوي انا قلت اوكي اديك نساحتك قوي من الحرية فيه حاجز كده بتاع الاحترام والرهبة برضو من الاهل بيتكسر شوية فاعمل ازاي البالنس لا يخافوا مني ولا في نفس الوقت اكون صعبة الدنيا اتراف عليك يا سواء ده سؤال مهم جدا بصي بقى احنا دايما بنقول الحرية المطلقة مع التربية السوية هي دي البالنس ان انا امدي حرية مطلقة ولكن فيه تربية سوية انا مع رفاقي او مع رفاقي ان فيه اصول ان فيه حاجات صحة وفيه حاجات غلط وحاجات ينفع تتعامل وخلي بالك بقى انا مش هاجي مرة واحدة وابني عنده 18 سنة اقول له يمين وصح وغلط انا ده تربية وقصص انا حطها لبرافو عليكي لو مش حطها هو هو صغير كده شكرا فانا هدي الحرية المطلقة لما يكون فيه تربية سوية فاردا ان انا كان عندي مشاكل كثير ومعرفتش ربي صح وحاسس ان انا لو سبته كده ممكن يغرق ممكن يعمل حاجة غلط ممكن ما يبقاش عارف او ممكن ما يرجع ليش لانه بيخاف مني وعايز ابدأ من المرحلة الجديدة دي فيه قواعد كده لازم نتبع وهي ان زي ما انا هبدأ اهيأوا المرحلة جديدة هبدأ اهيأ نفسي انا كمان لمرحلة جديدة هصحبها لو بنت احكي لي حصل ايه وخلي بقلك فيه امهات كتير لما باجي اعمل جروب سربي تقول خلاص انا هروح وخليها تصحبني وبعد ما بنتها تقول المشكلة او ابنا يقول المشكلة تجري بقى انا اتعلم اسمعه اتعلم اكون صاحبه صديقه ودنه اللي بتسمعه خلي بالك مفيش في الدنيا حد هينصحك بزمة وبضمير وخايف عليك غير الاب والامر بس لو عايين وفاهمين هينصحوك صح اكتر يعني مش صح هينصحوك بشكل كويس اكتر خلي باقي الطريقة ممكن تخلي البنت او الولد يكشه فانا مهمتي ان انا اسمع اطبطب اكون مصدر الامان اكون مجادش دي برضو مشكلة في الاب والام مامي انا تعرفت النهارده على زميلي زميلك ايه تا مش حاجة زميلك انا مفيش مش عارف ايه لا 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 محكمش عليها في الاول اسابة هي تجيب اللي عندها اه طب تعرفت على زميلك طب ايه اللي حاصل طب فين حدودك فين خلي بالك البنت دايما طول او الولد برضو بس كلامنا على البنات عشان هما بيبقوا عرضة اكتر للحاجات اللي هما خلي بالك احنا شايف انا شايف ان احنا في مجتمع الثقافة في البنت مقفولة عليها اكتر حتى في الدرس جايب معايد راحب نعيد في الجامعة مفيش كانت الجامعة دنيا حرة شوي في الجامعة فانا ابقى عارفة بنتي سايبها تتكلم وديها فرصة البنت لما بتلاقي ودنة تسمعها وتكون الجادش هي بتحكي احنا نفسنا بنروح نحكي لصحابنا كل حاجة لي عشان خاطر مش بيجاج علينا فاحنا عايزين مومي كمان تبقى كده من ناحية الاب انا مصدر الامان لو حصلت اي مشكلة في الدنيا ارجعيني دي مهمة قوي هيحصل تنمر هيحصل ابتزاز هيحصل كذا هيحصل كذا طول ما انت السند الحقيقي لبنتك او لو اخ او كده ده هيبقى مهم جدا لان هرجعلك وانت هجب لي حقك واعتقد ان هي دي وظيفة الاهل اكيد طيب دلوقتي انا خلاص دخلت الجامعة بس احسيت ان انا شوية مختلفة ناس كتير بتتنمر علي او مثلا بسمع تريقة على سبيل اللي هو هزور انا خلاص ما اقول كل واحد بقى هيبتدي يعمل شلال وجروبس وخلاص الموضوع بيتساتف فانا حاسس مسلا ان في تريقة علي الطريقة ومش عن جباني حاسس ان انا ابتديت مبقاش مرتاح في الجامعة انت اكيد بيجيلك حالات كده برضو الناس بتعني بالتنمر والتنمر على فاكي موجود من اول الحضانة لغاية ما في الجامعة كده كده موجود فازاي اتعامل مع الناس اللي بتتنمر علي في الجامعة لو انا بتعرض للتنمر او حاسس ان انا مش مرتاح بي حاجة غلط جات لي بنت مرة كانت من الشرقية وعندها مشكلة ان هما بتتنمر عليها عشان اللي هجيتها وجاية بقى ايه دايق اوز علينا اول ما دخلت قلتها بقولك ايه ليقولك كده قلوه مش ايلك دعوة بصيب بصيب انا زي ما قلتلك انا مع راحة الانسان انت مرتاح في كده اصلا ممكن بنت تانية تقوللي انا عايزة غير لهجتي وعايزة غير طريقتي وعايزة غير حياتي عايزة غير ستيرليبسي عايزة مش عارفة ده اوكي انا معاها برضو ان هي تتطور اوكي حد تاني هو مرتاح في كده انا مرتاحة ان دي طريقتي وان دي لهجتي وان كل حاجة بس متضايقة من التنمر فزي ما بقول السلبة النفسية مهمة جدا في الوقت ده والله دي حريتي خلي بالك مش منحق اي حد ينتقد او يتنمر على شكلي مش منحق اي حد يتنمر على علاقاتي مش منحق اي حد يتنمر او يقول لي انت ليه اخترت كزا يعني اخطيارتي في الحياة مينفعش حد خالص يتنمر عليها لو انا عرفت الحاجات دي وبقى عندي سلبة نفسية داخل دي وما بقاش عندي الخوف من الرفض او ان الاخرين يقولوا علي مش عارف ايه لو انا عرفت اعدي الحاجات دي مش هيهمني حاجة انا ما عنديش مشكلة في ان حد ما يتقبلنيش لكن للأسف احنا بنربي الاطفال ان لازم الناس تتقبلك فده اللي بيجرحنا قوي ان فلان ما قال ليش كلمة حلوة ان فلان تنمر علي ان فلان ما تقبلنيش على فكرة مش بالضرورة كل الناس تتقبلك ومش مطلوب كل الناس تحبك انا ممكن اشوف حد احبه من اول لقاء او كده واتقبله شخص تاني مش متقبله عادي جدا يعني لا يفرق معايا لعيب فيه ولا عيب فيك يعني مش مشكلة منه ولا مشكلة منك احنا شخصيات مش مطلوب مننا كلنا نبقى حبايب وصحاب بس نحترم ان كل واحد في حدود برافعل في نوعيات تانية من الطلاب بيكون عندهم رهبة او كوف ان هم يقابلوا ناس جديدة والموضوع يجبر ويتوسع مع عدد كبير او يشوفوا العدد الكبير او ده من الناس دول بيبقى يعني معظم الوقت بيبقى مقفول عليهم في زون معينة ازاي وجهوا بقى التوتر بتاع اول يوم جامعة ولا حتى دخولهم للجامعة اوسع دائرتي على نطاق محدد يعني ايه اوسع دائرتي على نطاق محدد يعني ما ينفعش ابدا اروح لجامعة عشان اصاحب كل الناس وادخل كده اصاحب كل الناس بتبانشو كل الناس لا 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 على حدود معينة احنا منشوف في اول يوم جامعة ناس عندهم انتواقية جديدة جدا انهم تعرفوش بحد اوكي انا معا انه اوكي افضلوا كده صاحب زميلك اللي جنبك او صاحب حد قريب منك بعدها بشوية هتكون شلا بعدها بشوية اتعرف بشوية تانية فاحنا مش لازم ندخل احنا عايزين نعمل علاقات وخلص لا 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 وسع دائرة علاقاتك على قد المحدود وعلى قد انت نفسيتك ما اخلي بالك ممكن حد اول ما يفتح في دائرة علاقاته الدنيا تبوز معاه هو ما عندهوش خبر اجتماعي اصلا يدير العلاقات ازاي ما عندهوش معلومة عن العلاقات الامنة عاملة ازاي او حدود العلاقات عاملة ازاي فانا مش عايزي ادخل ينفتح على الجميع لا 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 وسع دائرة علاقاتك شوية بشوية بالهادي يعني ما تبقاش نخليك طب انا من الحاجات اللي انا فتكرتها دلوقت بتتكلمني يا اسماء عن الكلبز اللي هي او الانشطة اللي موجودة في الجامعة دي من الحاجة جدا جدا اللي ساعدتني انا كنت داخلة مخدودة يعني انا صحابي بتاع المدرسة فين مش موجودين معايا مش لقي الكمفرد زون بتاعتي كنت حاسة ان انا غريبة شوية بس فكرة ان انا لما دخلت لقيت في حاجة اسمها انشطة والكلبز مش عارفة ايه وكلب اسمه ايه وكلب اسمه ايه لما دخلت الانشطة دي حاسة ان انا فكيت شوية او رتحت شوية لقيت على اقل حد اتكلم معايا لطيف اللي هو رئيس اللي بيبو رؤساء الكلابز والحاجات دي فالانشطة قد ايه مهمة في الجامعة يعني وبتشوف ان هي فعلا بتفيد الواحد جدا ومهمة كمان نفسية جدا لان انت بتحسن انت في جروب عارفة روح بقى الجماعة بتبدأ تظهر من هنا لان انت حتى لو بتعملي نشاط بشكل فردي انت بتقابلي اللي بيمرانك على النشاط ده او كده وبعدين كمان خلي بالك انت بتطلعي لو في موهبة او في هواية بتبدأي تطلعيها وده مهم جدا وانا شوف ان ده مهم جدا والناس الكرياتيفتي بيبدأوا يعرفوا من هنا بينطلقوا من وقت الجامعة لان انت في السنوية انت مسحولة عشان تجيبي مجموع عشان تتخلي جدا لو انا ما بنامش وتعبانا وماما بتقول لك لا نشاط ايه انت تهزري فانتي بس كل اللي بتضغطي فيه ده بيبدأ في الجامعة بتبدأي تنفتحي على حاجان جديدة لو فيه هواية هتبدأي تكتشفيها لو فيه موهبة او اي كرياتيفتي عندك هتبدأي تكتشفيها فده كويس جدا وكمان بتعملي بالانس مع المذاكرة فانا بابقى واغدل شقين فده طبعا كويس ان انا اشترك فيه وخاصة لو شخص هو انطوائي او عنده رهبة من الناس والتعامل مع الناس والعلاقات بيبدأ يتعرف على الناس شبهوا يعني على الاقل هبدأتعرف على محيط او مجتمع شبهي فده مهم جدا مهمة ايه نقطة مهمة برضو لازم نتكلم عنها وهم الطلبة المقتربين اللي بيكونوا فيه عندنا منهم المقتربين جوة مصر سواء كانوا من المحافظات وجم القاهرة علشان يدرسوا فيه المقتربين التانين اللي اهليهم عايشين برا مصر خالص وبيبعتوهم للجامعة هنا في مصر دول بيبقوا مختلفين عن اللي موجودين وعايشين في القاهرة ومنفتحين وبيروحوا ويجوا بيعرفوا يتصرفوا فدول ليهم اكيد نصايح خاصة لانهم لا بيعرفوا يتعاملوا زي اللي موجودين اسيزان تحسين كده اللي موجودين مدأدئين وعارفين ما اللي بيحصل فالطلبة المقتربين هل ليهم حاجات معينة لو مشوا عليها الحياة تمشي معهم اسهل زي ما بقول يكون عندهم صلابة نفسية لان زي ما انت قلت هو مختلف فخايف يحك الدنيا يعني مع الناس اللي هم قررين او شايف ان الناس دي مش شبهوا بالزبط فانا اول حاجة هقولها ان انت يبقى عندك صرابة ومرونة نفسية خلي بالك انه ممكن حد يكون بيتنمر علي او بيضخر او بيضحك انا ما عنديش مشكلة انا انا بشكل شخصي عشان عندي مرونة نفسية انا هتحك ووزر معي فايقول لي مسلا لا تفيد بها مش هيخلوا الله العظيم وانا عجبنا كمان وندحك ونهزر فكل ما كان عندك متسع من الصرابة النفسية والمرونة النفسية انت شايف ان انت مختلفة حتى لو الاخر شايف ان انت مختلفة حاجة كمان مهمة جدا اثقل نفسي خلي بالك الفطر دي احنا بنبدأ نعرف نفسنا احنا ما كنتش في ذاتنا اه اثقل نفسي انا حابب ان انا كده مختلف ولا عايز اتطور ولا شايف ان ده اصلا مش محتاج تطور اسئلة دي مهمة اوي انا مين عايز ايه اه او خلي بالك لسا كنت بحكي لك عالبنت اللي هي جاية باللهجة مختلفة او ثقافة مختلفة ممكن تكون هاية بعد كده عايزة تطور من ده تقولك لا انا عايزة غير من ثقافة بتاعتي او عايزة غير من طريقة كلامي من طريقة لبسي ده اوكي هي عايزة تسعى للتطوير وانا شايفة ان المفروض الاخرين والمجتمع اللي حواليها يبقى معاها فده بس يا دكتور ام اقولش ان هما مش متطورين انا قلت ان هما مختلفين في طريقة التعامل يعني بيكونوا منغالقين شوية فبالنسبة لهم ان الناس التانية ممكن زي با بيقولوا تشتغلهم ايوه ايوه فهب مش مش اللواقص التنمر لا بالعكس هما بس بيكون عندهم خوف ان هما يتعاملوا مع اشخاص تانية مختلفة هتحلى بالصلابة النفسية والمرونة النفسية وهاعرف ازاي ممكن مش مش قاضي اتطور راعنا انت مش كويس قاضي ان انا هشوف ازاي يتعامل معي على الاقل لو انا مش عارفة اتعامل مع اللي قدامي ده ازاي يتعامل معي يعني نفهم اختلاف الناس وان كل واحد لي شخصيته انا ده مناسب لي هتعامل معا ده مش مناسب لي هتعمل معا واعرف نفسي اعرف انا عايز ايوه طيب لو حصل وهي ممكن تكون برسنت قليلة بس ممكن تحصل ان انا ادخل للجامعة مش عارف خالص اتأقلم يعني انا مش عارفة صاحب حد مش عارفة صاحب مين طيب ابتدي منين اعمل ايه فيه ناس بتبقى مشتتة ليبل الاول وحش زي ما بنقول مش عارفة تبتدي منين ولا تصاحب مين مكسوفة هي تدخل تكلم حد فيصدها مش كل ناس لطيفة مش كل ناس اجتماعية فالناس دي برضو تتصرف ازاي؟ عارفة ابتدي منين؟ ابتدي بعلاقة مع نفسي دي اهم علاقة الانسان بيعملها في حياة ان انا ابتدي في علاقة ذاتية مع نفسي افهم انا تب لو بكسف بكسف ليه؟ تب لو خايف من المواجهة خايف ليه؟ تب لو خايف اكلم بحد وهو يقول لي لا انا خلاص مش عايزين اتعرف ليه خايف من ده؟ ممكن اكون عندي اما خوف من الرفض اه او خوف من الرفض مثلا فابدأ علاقة صح مع نفسي الاول علاقة صح مع نفسي هي اللي تأهلني اعرف اعمل علاقات بعد كده عشان كده كنت بقولي ان مهم قوي ان احنا التأهيل بتاعنا يبدأ من عند نفسنا ان احنا نقاهل نفسنا الاول احدد علاقتي ازاي لو انا بنت بالولاد والولاد كمان يعني هم مش بعضوا يعني يحددوا برضو علاقتهم من البنات ازاي عشان انت عارف ده السن اللي فيه بقى تعارف وبيحسوا انهم مثلا عندهم مشاعر اتجاه حد من زميلهم او كده ازاي احدد وافهم انا عايز ايه؟ اعرف شوية الفرق بين ان انا شخص عندي واحد زميلي او بنت عندي زميلي وان انا عندي صديق وان انا يعني افرق بين نوع العلاقات العلاقات العامة والعلاقات الاجتماعية والعلاقات العاطفية لازم افرق مع ماشي خالط بقى للأوراق يعني ما ينفعش واحد انا 3 ا4 هما دول زمائلي اقول ان هما ممكن يدخلوا في حياتي بشكل عاطفي او 5 ا6 دول زمائلي ما ينفعش يبقوا في علاقات اجتماعية ونروح عندهم ونيجي عندنا ونخرج نتغذى مع بعض او الكلام ده كله فانا ما عنديش مشكلة ان دول كلهم زمائي اه في ناس هرتاح في التعامل معاهم وناس لا ماشي ولكن في بعد كده بقى الجزء التاني اللي هو العلاقات الاجتماعية في ناس هيبقوا شوية قريبين اكتر ان احنا نتبادل مع بعض ملزمة تب هسألك في حاجة تب مش عارف ايه دي برضو علاقات لطيفة او اجتماعية وتبقى في حدود ان احنا بنتقابل في الجامعة في زمال او 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 خفيف خفيف يعني في بعد كده بقى العلاقة ان انا ما بفضلهاش اصلا في اول وده تاني سنة لان احنا لسه بنكتشف نفسنا وبنكتشف الاخرين هي العلاقات العاطفية اللي للأسف عشان احنا حب الجامعة ده معروف حب الجامعة ده لازم بندخل بيبقى فيه كده زي نظرات وتلاقي بقى ايه عارفة اللي هو كاشكولي يقع فينزل يجيبهولي ويدهوني والجاو ده او والله بنشوف في حاجات كده فهلسة حب الجامعة ده صدق فعلا احنا بندخل جعانين مشاعر وانتي لسه بروف عليك يا سوا بتقولي مشاعر فيه مشاعر احنا مش عارفين وده فين حازك تشف نفسنا بقيت مضمزل بقى وبرخ الجامعة صح بروف عليك فماينفعش ابدا اقابل اي حد فقولي انا حبيت لا دي مشكلة وبعدين للأسف وتاني يوم اقولي على اللي بقى لا تشوفي واحد بقى في سنة رابعة اوه اوه عشين كده ماينفعش ادخل خالص اغمر بمشاعري خلي بالك المغامرة الاكبر هي ان البنت اتغمر بمشاعرها او الولاي غمر بمشاعره وبعدين احنا بقينا نسمع دلوقتي علاقات المؤذية كتير جدا ليه ليه لان احنا بندخلين كده يلا بقى ننبسط ونفرح ونبدل مشاعرنا البعض وده مشكلة جديرة اوي مينفعش خالص فاعمل حدود للعلاقات طبعا ولازم يعرفوا برضو البنات الصغيرة ان الجامعة دي صمع انك سمعتك في الجامعة الجامعة تزيب نقول قودة وصالة كلنا عارفين بعض وكلنا كوميونتيز في مكان واحد فلازم تبقى السمعة طيبة اللي هي مثلا سالمة ولا ماريان دي لقا دي بنت محترمة مش بتشوف اي ولد هحبه خلاص ولا هصاحب كان ولد في الجامعة فلازم برضو نحافظ على سمعتنا في المكان اللي نقضي فيه اربع سنين صح رفو عليك تبقى مهمة جدا وخلي بالك حتى لو البنت تقولك انا مش مهمة معايا بعد كده هتبدأ تحس بالزم تحس بالشي تحس ان هي بالخزي يعني تحس ان هي مكسوفة ممكن على فكرة تعدي من على أولاد تقولك او ده اكيد دول بيتكلموا علي ده اكيد مش عارف ايه فانتي نفسك يعني انا ما بقولش كده بس عشان صمع انا بقول عشان انتي نفسك ما تحسيش من جواكي بالخزي بمشاعر الخزي او مشاعر الزم بجواكي دي ممكن تتفاقم اصلا جواكي خليكي تكره نفسك فاحنا ليه نبدأ الحدوتة والقصة دي طيب ازاي بقى الام كل ام بتبقى عايزة صاحب بنتها او ابنها لانه زي ما فيه خطورة على البنت من العلاقات العاطفية وغيره فيه خطورة كمان على الولد ومرض البنت من ان هما ينجروا مع رفاق السوق لا حاجات كتير قوي غلط طيب انا اصاحب ابني او بنت ازاي انا يعني حاول اقولوا حكيلي عمللي او حكيلي للبنت مفيش ايه الطرق بقى المداخل كده اللي حاسس ابني او بنتي ان احنا تمام احكيلي وانا هارد عليك وما ردش بطريقة قاسية اعملها ازاي اولا احكي له حاجات انا تبدأ معي اتكلم معي واحكي له حاجات هو بيحب يسمعها حاجات النفس البشرية بتحب تسمعها عموما احكي له زمان وانا في الجامعة كان ايه اللي بيحصل لي احكي له قصص شبه حياته دلوقتي شبه العمر اللي هو فيه وما احكيهاش بتأذم يعني يعني فيه ابي مثلا يجي يحكي الابن يقول له زمان وانا ماشي في الجامعة كنت ملتزم جدا ما بصاحبش حد ما بعملش كده فهو عايز يوصل له هو يبقى نموذج عايزني كده بيقفله من الحياة اللي يقول ايه يا بابا في ايه كنت روبوت يا حبيبي والتأذي او او يقوله طب تمام يا بابا هاعمل كده وخلاص نفس البشرية بتنين اللي بيحكي لها حاجات هي حابة تسمعها صح حاجات شبهها وخامرات حاجات شبهها وطبعا يعني اهلنا وهم شباب كلهم كانوا بيعملوا حاجات نحب ان نسمعها اكيد يعني برضو كده كان ليهم حركات وكده كانوا بيشيروا مواد ومش ايدي من لنا اتعرف انا خايفة من ايه خايفة لما احنا نبقى بابي ومامي ونكبر نعمل نفس الاسلوب ده معهم برنا وانا ماشية في الجامعة ما كنتش عارف حد خالص يعني يا ابني من السيكشن للهربية للبيت انا مامي ماتي جاوزتي مامي ازاي اه بالزبط كان اكتشف في الاجي انه هو كان المعيد اللي على ماما اصلا خلي بالك اصنع عارف اجوزي من الجامعة اصلا اوكي انا كنت في صيدلة فعرفنا بعض في صيدلة الاول وبعدين اتجاوزنا اوكي طب هيا فلا انا شايفة ان وعلى فكرة انا ما احب الجامعة لو احنا وصلنا بالزمن والمواقف والاختبارات ان ده الشخص الكويس ده الشخص المناسب بس برضو مش من اول سنة انا ما بحب بحس ان خطوة اول سنة دي انا بتعرف فيها في الحياة بتعرف فيها الناس شكلي عمل زي يعني اول سنة وتاني سنة يعني برضو لان اول سنة الواحد بيدخل الجامعة وعنده كم سنة سبعتاشر سنة 18 تقريب 17 تقريب مين فينا كان عارف هو بيحب يقو بيكره لا انا كمان فكرة ان انت داخلة ليه ايد نفسي بشخص وانا لسه بوطالب ايوه يعني ليه دائما يبقى في حياتي وبعدين بخدتش اصلا فرصتي في الحياة مش ليسا ما يترسوا الاول ينينة وتختارت خالش بس انا بحس الجامعة دي مرحلة انطلاق يعني عايز اعرف ناس عزروا رحلات عايز اتبسط عايز اتصوشيلايز عايز اصاحب الكل يبقى كل ناس حبايبي تعملي تجارب وخبرات حلوة في الحياة فليت ايد بواحد قاعدين انه هو ميني 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 انا نجيب سندو اتشادي انا انا بقول المشاهدين يسمعوا نصيحة بتاعتك دي ايوه يا جماعة والله مرحلة لطيفة وعملوا شلل كده واكتسبوا خبرات اكتسبوا خبرات دي مهمة اول بس انا دايما بقى في حاجة اقولك عليها اما عنديش مشكلة خالص مع حاجة غير كسرة القلب يعني وانت بتكتسب خبرات احتفظ بجزء من مشاعرك لنفسك طبعاً يعني ما نندلقش قوي ونبدر بمشاعرنا ونغامر بمشاعرنا واحاسسنا وكلام ده كله احتفظ بنفسك عشان انت لو عندك خبرة صحيئة بتعرف ترجع تاني تحضر نفسك دي مهمة اول اول حاجة هحكي لولادي ان انا كنت نعمل ايه ايام الجامع حاجاتنا يعني تحب تسمعها الحاجة التانية ان انا بقود انه ما ملش من ده يعني واشي انا جدت اقول له النهاردة حكيني ما حكليش لا ما ملش ان انا كل شوية بقودني لي مستمع بتاعه اخليه يحكي براحته واسيبه ينطلق في الحديث وما جيش حتى لو هو قال حاجة دايقتني او لو هي قالت حاجة دايقتني ما جيش مرة واحدة اقوم جاي قطاعها لا لا ما تقوليش كذا لا لا ده غلط انا مش عارف ايه لا لا اسيبه يحكي لصيح وبعد كده الحاجة المهمة بقى ان انا مش هديله نصيحة مش هديه نصيحة دايقت كده مش هقوله لأ مفروض تعمل كده ومش مفروض اقول هالو على شكلك تراح الناس دايما بتحب اللو ايه رأيك اقول هالو على شكلك تراح اسلوب بقى جميل بعد كده الرابع ان احنا نختم بقى قفلنا معاه الصح يعني اعملنا معاه الصح ان هو نتبع طريقة نعم يا سكرات يعني ايه اصدك يا حبيبتي ان زميلك ده كفاية اوي ان ها دايما خليها تقول اه يا اموما صح انا قصدي كده او خليها ها يقول اياموما صح الو او واحد بيحكيلي انا عندي صحاب شكلهم كده مش مظبوطين يا بابا ومش عارف ايه وكذا 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 ما لقوش ابعد عنهم لا 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 ماستخدمش الاسلوب ده خلص لمعدش طف هقوله برضو بنفس الطريقة قصدك ان انت ببعدت عن دول هتبتهد في حياتك اكتر وهتنجح في حياتك اكتر وهتصحب الناس اللي تعليك وتخفعك وشبهك وكذا فانا دايما نقدم له على هيئة كده ان انا بقوله يخليه هو اللي يقول اه يابو من عايز اعمل ده اوكي مش النصيحة المباشرة النفس بتنفر من النصيحة المباشرة حتى لو حد جاي يقول لك ادني نصيحة يعني واحد صحبتي تيجي تحكي لي مشكلة جبيرة جدا ومعان تقول لي قلني نصيحة اسمها قلها انت جاي تحكي ولا عايزة نصيحة تقول لي قل لي نصيحة قل لا تقول لا مش هعمل كده موهيش انا زي اللي كنت اقول لك بالزبط ممكن تحتمس برساحتك النفسة بزبط فعرف أنت الأطفال اللي تقول لهم زاكري معي زاكري بزبط كده النصيحة بتبقى كده دي عتقول لي لأ مش هعمل والكلام لك يا جارة عايزة تقول لك أنا بأجيها زاكس معي في بعض الأهالي برضو بتقول لأ أخرك مع صحابك الجامعة مفيش خروج بره إنه هو بيبقوا عندهم كده أتسيود اللي هم بيعاملوهم لكنهم لسه في المدرسة معها دي مشكلة بقى عشان كده بقول إن الأهل بس يقول لك على حاجة لينا مفيش أب ومفيش ابن أو شخص هو مضطرب مع نفسه كده لكن فيه أب و أم هم مضطربين وبينقلوا ده الأطفال عشان كده بقول إن الوعي النفسي مهم الأب و الأم لما يكونوا سويين بيطلعوا أجيال سوية بيدهم فرصتهم في الحياة شوية وبيبقوا خلي بالك كم بنته وكم ولد غلطه وأهلهم كانوا ناس كويسين جدا ومحترمين جدا ولكن فيه عدم سواء نفسي جوه البيت يعني أقصد إن إنت ممكن إبنك و بنتك لو إنت قفل عليهم مش استحالة مش هيغلطه هيغلطه بس من وراءك وبردو عندنا غلطة كبيرة قوي اديهم فرصتهم في الغلط لما الغلط مش هنيع اديهم فرصتهم من إما يغلطه ادي لبنتك فرصة إن هي تصاحب ثلاثة أربعة من البنات بقى أولا تعمل علاقاته وتغلط تيجي تقول لك يا ماما أنا لقيت البنت دي مش كويسة في كذا زي ما انت قلتيني ده هي كانت مش خايفة علي في كذا اديها فرصتها إن هي تغلط وترجع يبقى عندها على الأقل في الحياة من برضو الحاجات الكوامل جدا في سنة أولى جامعة إن إن إحنا بنبقى خارجين سنوية عامة خلاص بقى مش قلين وزاكرنا كتير قوي واتهنى في الدروس وفي الحاجات ذي كلها فبندخل أولى يا جامعة سايبين إدينا كده درس كتير بتشيل مواد في نسبة عيد السنة حاجة كوامل قوي حتى معروفة في سنة أولى بالذات إن بناخدها اللي هو إيه فرحة الجامعة فمش إيه يا عامة مذاكرة إيه ما فوقك بقى يعني ذاكرنا كتير أعملنا كتير فعلا أو مش عارف يذاكر إزاي أصلا في الأول كان بيبقى عندك واجبات وحاجات معينة وكتب والميستر بيقول هنا ده جايه ده جايه وده جايه وإلهه ده وعمله ده الجامعة بقى أصلا ده أحما دايح كتاب قد كده أنا مش عارف يذاكر إزاي عشان كده أنا هقسم حياتي كذا 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 إيه مجال أنا هدخل فيه مجال المذاكرة ده هعمله وقت محدد واللي مش فاهمه هاجل الأكبر مني يعني كمان فرصة أنت تعمل علاقات مع حد عنده خبرات أكتر منك اللي مش فاهمه هرجع لحد أكبر مني وقوله إنها مش فاهمه ده مجال مجال تاني أن أنا كمان مش هبقى حياتي كلها بس الجامعة أنت زي ما قلت فيه أنشطة فيه هوايات أنا هدخل فيها ممكن أكتشف نفسي بحاجة من دول أوكي مش هيبقى كل هدفي في الحياة أن أنا بس أذاكر واتخرج من الجامعة قدم هدفي أكتشف نفسي أكتشف هواياتي أعمل علاقات جيدة إحنا دلوقتي لغاية دلوقتي بيبقى عندنا علاقات من الجامعة و أو أنتوسسو قليلا بس إحنا عندنا صحاب من الجامعة وبعد خمسين سنة هنقول ده صح بي كان معيه في الجامعة وعلاقه على الفتاعة وده الدكتور بتاعي وده المعينة وليسا فيه صحاب من المدرسة أفضل بالضبط فإحنا نعمل مجالات نفتح مجالات لنفسنا كل مجال يبقى على حادة المذاكرة هيبقى ليها وقت المذاكرة أنظم حياتي خلي بقى لك تنظيم وإدارة الحياة بتاع الفرد دي مهمة جدا جدا من الحاجات اللي إحنا لو تعلمناها صح بنروح في حتة تانية فعلا وغير كده أنت بتبقى بتشتغل على نفسك من كل الجوانب أصلا خلي بقى لك فيه حد شاطر وذكي جدا اجتماعيا وبيعرف يعمل علاقات كويسة بس في حياته العادية ولا بيذاكر كويس ولا بيحصل ولا كذا لأ إن أنا أعرف أعمل توازن لكل ده بالزبط بجد أسماء يعني تانكيو على المعلومات الحلوة أول دي وإن أنت بجد مش عارفة أنت خدمت قد إيه كمية الشباب اللي بتتفرج علينا وقال ليهم كمان انتوا اللي حواركوا لذيذة أول والله يبسط معكوا ربي ورجعتين على فكرة الأيام لذيذة كده أيام الجامعة كانت فعلا أحلى أيام من الحياة وأنا عايز أقول لهم بجد النصيحة دي نهي أحلى أيام العمر اللي بتفوت هوا هوا أنا الجامعة دي ما حسيتش بيا كتلحظات في حياتي فاستمتعوا بكل لحظة وبلاش نكت في الفترة دي لأن انتوا هتتمنوا ترجعوا يا ولا يوم من أيام الجامعة فبسطوا فرفشوا وروحوا رحلات وعملوا أنشطة وعملوا صحاب لأن الجامعة دي من أحلى فترات الحياة بجد نورتين يا دكتر ونصايح زي ما قالت لينا فعلا مهمة لكل لأب وأم وطالب وطالبة داخلين على المرحلة الجديدة دي شكرا لك نورت يا عيش سعيد خلونا نروح لفواصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا استنون